منذ مطلع الأسبوع الجيش الإسرائيلي ينفذوا تواغلاً بمناطق شمال قطاع غزة وقال سكان الثلاثاء إن الدبابات الإسرائيلية تواغلت في عمق جباليا وإن إسرائيل أمرت السكان بإخلاء المنطقة بينما كانت تقصف مخيم جباليا من الجو مسعفون فلسطينيون أفادوا بأن هناك أنباء عن سقوط قتلى وجرح في جباليا لكنهم لم يتمكنوا من الوصول للمناطق التي تتعرض للقصف وقالت حركة حماس إن عناصرها هاجموا القوات الإسرائيلية في الشمال بصواريخ مضادة للدبابات وإن هناك إصابات في صفوف تلك القوات في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل العديد من المسلحين الفلسطينيين وعثر على أسلحة وفك كابنية تحتية عسكرية خلال عملياته في جباليا مصادر ميدانية أكدت أن المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة غزة شهدت غارات جوية وقصفا مدفعيا مركزا على أحياء الزيتون وتل الهوى ومحيط شارع ثمانية وسط عمليات الجيش الإسرائيلي البرية في هذه المناطق إلى الجنوب أفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي كثف من قصفه المدفعي على مناطق شمال شرقي خانيونس وأصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان تلك المناطق فيما شهدت مدينة رفح قصفا جويا ومدفعيا الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات وساط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة وفي وسط القطاع استهدف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل وخيام النازحين في مخيمي البريج والنصيرات بغارات جوية وقصف مدفعي ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا وعشرات الإصابات وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفافة فقد استهدفت القوات الإسرائيلية منزلا بمخيم البريج مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديا وإصابة آخر في معارك الثلاثاء شمال قطاع غزة بدورها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في حصيلة لعدد الضحايا وصول 56 قتيلا و278 مصابا إلى المستشفيات وذلك خلال 24 ساعة من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع الوزارة أضافت في بيان لها الاثنين بأن ما لا يقل عن 41.965 فلسطينيا قتلوا وأصيب 97.590 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 21.2023 اشتركوا في القناة